طيب اذا بدون استخدام اي اكسترنال ادونت زي الابوكس كاتر او الحرد اوبس هنشوف ازاي نصمم هذا الموديل البسيط عن طريق استخدام الناتف تولز الموجودة في بلندر نبدأ نيو كوليكشن هقول لنا عدي مثلا وليكن كيوب هختار الفيس الخارجي او الفيس العلوي ثم اكسترود ولا يكون متر في زي اكسيز بعد ذلك اختار كل الاجز كنترول بي بعد الشكل هو طبعا على حسب الشكل اللي انا هعمل المودنج لكن دي توضيح او مثل ازاي نستخدم التولز الموجودة ببساطة شديدة نستخدم التولز الموجودة ببساطة شديدة وليكن طبعا اضغطنا كنترول بي بيكون عندي الشوية الفيرتكس كنترول بي طيب هو عشان نوصل الشكل اللي بيجي نجي هنا في الشايدنج نختار الكابيتي بحيث الشادوز تكون ظهر عندي ثم بعد ذلك هاجي هنا طبعا ممكن اختار من هنا سموث اوتو سموث هتثبت اكتر الشكل يكون اوضح طيب بالنسبة لي البوليون طبعا ممكن اختار هنا الجديد طبعا الشامفر او زي الشامفر كنترول بي مش محتاجين اي طولز كنترول بي ونخلي البيفل او العدد اللوب كاتس هيكون واحد فقط مش اكتر من كده فهذا كنترول بي طيب كده هل احنا محتاجين اكسترين ادلونز لكن طبعا اكسترين ادلونز من ذاتها هي بتوفر وقت في انشاء او في عمل البوليون طيب ازاي نعمل البوليونز سيكون في عندي هنا ولكن سيلندر هنبدأ باربعين ولكن دي كده اول سيلندر هضيف وليكن بارضو يوفي سفير هزود سيجمنت وليكن اه اربعين وهنا تلاتين هحرك هتكون هنا كده وليكن وهيكون عندي هنا وليكن كيوب كنترول بي وهكذا طيب دولات كده هكون اوتو سموس وشيد سموس هاجي هنا بقى على الكيوب الاساسي واضغط بوليون واختار هذا الشكل لو خفيت الشكل سيظهر عندي النتيجة النتيجة ايه عن طريق هذا الشكل بالنسبة السطح الخريج ممكن نختار ده كده shift دي separate by selection هلغي كل البوليون نضيف solidify بحيث يكون non destructive ممكن يتحرك طبعا وهي يكون حتى هنا لو اختارت اي سفير او سيلندر وضفت وضفت هنا البوليون بعد solidify على هذا السيلندر فبكده هنكون حصلنا على هذا الشكل التفاصيل ممكن يتم تكرار السيلندر هكذا فبكده حصلنا على التفاصيل طب عايزين نعمل تفاصيلة ولكن هنا كده فهنختار الكيوب ثم 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 نجي ثاني على الشكل الاساسي نضيف بوليون نختار ونخفي يبقى كده ممكن نضيف اي تفاصيل زي ما احنا عايزين ممكن ثم نقوم 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 ونختار ونقوم احنا عدد كتر هكذا ده برضو نحركوا الى الكتر وبكده حصلنا على الشكل زي كده ممكن نضيف اي تفاصيل بنفس الطريقة ونفس التكنيك اتمنى يكون هذا الفيديو مفيد واللقاء في عدة دروس قادمة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة